اشتركوا في القناة موافق الدول المصب لكن السد ماشي في طريقه واخر خبر عندنا النهاردة في الجرائد بيقول انه جهات سيادية تتسلم ملف سد النهضة بعد سحبه من وزارة الري والموارد المائية خلونا نتكلم بالتفصيل في الموضوع مع ضيفنا المشرفنا دكتور مغاوري شحاتة خبير المياه صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا بيك أهلا مع حضرتك مبدئيا ايه اخر التطورات في ملف النيل أنا قلت كذا خبر سمعناهم في أيام اللي فاتت ولسه خبر النهاردة حضرتك تقول لنا الموضوع وصل فيه وهي يعني اخر الاخبار هو ان السيوبيا وصلت الى 32% من حجم انجازات السد النهضة وهي 32% بتمثل موضوع البنية الاساسية وبعض الأعمال اللازمة بعض الخبراء قالوا من ده قالوا دي والله دي اجراءات مبدئية واجراءات الانشاية مبدئية لا تعبر فعليا عن يعني فيه اجراءات كبيرة ان السد شامل لا هي بدأت فعلا عملية الانشاية في جسم السد وانجاز 32% من حجم الأعمال اللازمة سواء أعمال الانشاية تبدأ في جسم السد فعليا نعم يعني ده اخر خبر ما يمكن ان يقال اليوم هو ان ملف المفاوضات مازال مفتوح وان علاقتنا مع اسيوبيا راجب ان تستمر ان المسألة ليست فقط سد النهضة ولكن تتعلق بنهر النيل كله على بعض ما كحوض طب الكلام عن الوساطات اللي تم دي ايه اللي تم فيها وإيه اللي ما تم يعني بالنسبة للوساطات هو طبعا سيد وزير الموارد دكتور وزير الموارد الموارد كان سافر الى ايطاليا ومعروف ان المشير السيسي والوزير نبيل فاهمي سافروا الى روسيا وهناك وايضا سافر السيد وزير الخارجية الى الكونغو والى تنزانيا وعرض ملف مياه نهر النيل ومدى حاجة مصر الى هذه المياه هم يعلمون ذلك في دول المنابع مدى حاجة مصر الى المياه لكن هناك تحرك دولي هناك تحرك نحو تطبيق القواعد الدولية فيما يتعلق بالانهار والمجار المائية العابرة للحدود هذا منطلق مصر في التعاون المفروض ان الملف يتم عرضه بشكل قوي لنحن تاخرنا بالفعل في عرض الملف وربما يكون اهم اوراق التي يمكن ان تستخدم هو تقرير اللجنة السلاسية الدولية التي تقدم به اللجنة موقع من الدول الثلاثة في مايو 2013 هذا الملف ملف اللجنة السلاسية حضرتك وصفته بالقوي لانه يوضح ان هناك خلل في تصميمات السد وان هناك معلومات منقوصة وان هناك معلومات كانت غائبة لم تقدمها اسيوبيا وان هناك مشاكل في التصميم وفي الحسابات التي تم على اساس بناء السد قويس اول حضرتك قلت ده لانه بما انه حضرتك خبير في المياه بعض الخبراء الجيولوجيين قالوا في الاعلام انه السد مبني على فالق والفالق ده لسه لم يتحمل كميات المياه اللي تتحمل عليه وانه فعليا ده سبب زلازل في السعودية وممكن يؤثر بشكل كبير في المنطقة ولو انهار لقدر الله هو قريب من حدود السودان وبالتالي هياخد السودان في سكته هيعمل لها خسار كبيرة جدا وسيدرنا احنا كمان نعم انا اسجل جميع طب يعني اذا حضرتك خير ما نتكلم في ذلك يعني وهذا هو يعني تخصص لانه انت صح طيب نعم نعم يعني انا وضح من خلالك هو صح انك وجهت هذا السؤال للمفروض الناس تعلمه لان يعني رؤيا كجيولوجيين ان المنطقة التي تم فيها اختيار موقع السد وهي منطقة بني مشغول على حدود السودان تقريب من نحو 4 كيلو نص الى 15 كيلو السد سدين سد خرصاني وهو السد الرئيسي باتفاعه ليس 145 متر واتفاعه 170 متر في أدبيات هذا السد على صفحته 170 متر وطاقة استعابه ليست فقط 74 مليار إذا ما أضفنا إليها نحو 20 مليار سيتم تسريبهم للميئة الشقوق والمياه الجوفية ونحو سلاسة مليارات من البخر إذا نحن نتحدث في نحو من 90 إلى 95 مليار متر مكعب سيتم حجزهم في بداية ملء هذا السد أو بحارة السد السد يقع بالفعل لا يقضي أدي عشان يملو ده المفروض أنهم بيقترحوا 6 سنين هناك مفاوضات على الملء يضع لنرمع تماما 6 سنين لا ما نحول لحضرتك الأول نتكلم عن الأرض المهد لهذا السد وهي محجلوجية هي مكونة من جرانيت فيه شقوق وفيه قصور وفيه فواصل لكن لا يقع هذا السد على الإطلاق على فالق عظيم كما يقولون ومسألة الأخدود الإفريقي فيها مغلطة تطرح على الوسائل الإعلام أحيانا من بعض السادة الغير متخصصين في هذا المجال لا يوجد هذا الفالق الذي سيجري في المياه في حالة تكونها في بحيرة السد إلى البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية هذا كلام في الحقيقة ليس له أساس من الصحة نحن على الصفيحة الإفريقية في منطقة دول منابع من ناحة الجيولوجية والسعودية على الصفيحة العربية والبحر الأحمر فالق ضخم جدا وأخدود كبير وهو أيضا مضروب بفوالق تحته وممتدة حتى قليل السويس على نحو ما يشاهد على الخريطة لا علاقة لهذا السد أو انهياره على المملكة العربية السعودية أو مكة وهناك من يقول من المملكة العربية السعودية أنه يصفون أحيانا بالغباء لأننا نقدم معلومات جيولوجية وجغرافية مغلوطة ولا يجب أن نقع فيها هذا الكلام غير صحيح ما يتعلق بها عندما ينهار السد وعندما نتحدث عن السد نستحدث عن السد الركامي أكتر لأنه هو سدين السد الخرصاني كما ذكرت والركامي والركامي اللي هو تجميع من الصخور والأسمنت وغير ذلك تداده 4800 متر ارتفاعه 50 متر بحيرته 63 مليار ربما يكون ذلك هو نقطة الضعف في التصميمات الخاصة بهذا السد فاحتمالات الانزلاق أو الانهيار الجزئي أو الكل قائمة وعندها لن تغرق السعودية لأن التجاه السعودية شرقا والمياه لا تذهب شرقا لكنها تذهب شمالا عبر جنوب السودان وآسف عبر السودان ثم مصر ثم البحر المتوسط عبر نهر النيل المسألة إذن سيكون المعرض للغرق هو السودان وإلى حد كبير السد العالي وبحيرة ناصر وغير ذلك وجنوب مصر في حالة ارتفاع في حالة خاصة عندما يكون الفيضان عالي لكن يمكن أن يكون هناك استعاب لهذه الكارثة عندما يكون الفيضان منخفض أو طاقة بحارة الناصر بحارة السد العالي تستوعب كالكمية المياه التي وهذا احتمالاته إذا كانت قائمة فهي ليست كبيرة الانهيار لأن السودود على هذا النحو يتم مراقبتها عن منظمات عالمية وآخره نحن نريد أن نتكلم عن هذا الاحتمال ليه؟ لأنه حدث انهيار في سد تاكيزي وحصل انهيار في سد جيبي في أسيوبيا أيضا لاعتبارات التركيب الجيولوجي والتكوين الصخري للهضبة الأسيوبية بشكل عام هذا فيما يتعلق بهذه الجزئية أما حجم الضرار فهو محقق من خلال فترات الملء كما ذكرت لأن في خلال فترة الملء عندما تقصت الـ 95 مليار أو الـ 90 مليار أو الـ 74 مليار حتى على ست سنوات سيكون نصيب كل سنة حوالي 16 مليار متر مكعب هذا النقص في حصة مصر بالـ 55.5 مليار سنتحمل هذا النقص المؤكد أنه سيؤدي إلى نقص منسوب المياه في بحيرة ناصر وسوف يؤثر على معدل تدفق المياه إلى الشمال للزراع وغير ذلك مقدر أن هناك 2 مليون فدان يمكن أن تتعرض للجفاف وهذا طبعا شيء كبير وفي السنوات المخفضة للفيضان سيكون التأثير أشد هناك خطر مؤكد من هذا السل أحد الخبراء كان هنا في نفس مقعد حضرتك وسألناك كلام ده كان من فترة من حوالي سبعين ثلاثة بشهر على الأكثر وسألناه قال أنه ما ينفعش أنه هما يكملوا السد لأنه نحن مش ماضيين دول المصاب مش ماضية على الاتفاقية لكن الناحية الثانية ابتدت تظهر نبر التعنت وبعض التصريحات أنه ندافع عن السد لغاية آخر لعظة وهذاك بتقول لي النهاردة أنه خلاص ابتدوا يبنوا في جسم السد كان الكلام أنه هما بيواجهوا أساسا صعوبة أنه هما بيلموا من بعض كمشروع قومي كل وقت بتبرع بحاجة علشان يعملوا السد لأنه ما ينفعش أنه أي جهات دولية تمول هذا السد وإلا تبقى دخلت في مشكلة كبيرة تخص مياه الأنهار العابرة للحدود زي ما حضرتك كنت بتقول فهم عندهم مشكلة في ده فعليا ولا لا وهل في جهات بتمول بقى سواء من فوق الترابيزة أو من تحت الترابيزة ولا لا والمتوقع إيه في التعنت من الجانب الأسيوبي وإحنا مفروض نعمل إيه خصوصا لما يجينا الخبر النهاردة في الجرائد بيقول جهات سيادية تتسلم ملف مياه النيل بعد سحبه من وزارة الري والموارد المائية يعني أنا مش موافق أول راح تسحب ملف المياه نهر النيل من وزارة الموارد المائية ده مش حيحدث لأنها بتمسل الجهة ده على عهدت ده على عهدت المصر اليوم لا هي وزارة الموارد المائية والري هي الجهة الفنية الملف أصلا فني وسياسي وأمني وعشان كده كل هذه المجموعة بتشارك دائما في الاجتماعات وقدوا في علامة استفان كبيرة على المجهودات اللي تم بذلها نعم هذا اللي يتأخرنا كتير وقدنا هنا 3-4 سنين بنتكلم في الموارد يعني إحنا لن نبكي على اللبنة المسكوب نحن أمام أمر واقع هناك تقصير كان في ملف المياه نهر النيل حتى العام 2010 حتى اتفاق عن تيبي اتفاق عن تيبي هو الأخطر لأنه هو الإطار اللي تتحرك من خلاله أسيوبيا لبناء سد النهضة سد النهضة هو تطبيق عملي لهذا الاتفاق الذي يضر بصالح مصر ولا بد أن نسعى إلى تغييره بكل الطرق قانون ما ينفعش أن هم يكملوا بس هم على الأرض مكملين هنا الفرق بين الأمر الواقع وبين المفترض فالأمر الواقع أنهم يعملون وأنهم يعتبرون مشروعهم كما ذكرت وأنه محل اهتمام الشعب الأسيوبي وهكذا حال صحيح أنه ما فيش جهات بتمول غير هم بالجهود الشعبية هناك تمويل هناك تمويل تحت مظلت ما يسمى محاربة الجوع والفقر في أسيوبيا هناك جهات مانحة كثيرة جدا بتمول هم يخصصون أجزاء من هذا التمويل لمحاربة الجوع والفقر من خلال إنشاء هذا السد وغيره من السدود هناك جهات لها مصالح هناك تمويل بشكل غير مباشر نعم هناك تمويل دول لها مصالح في هذه المنطقة سواء كانت الصين محتاجة إلى طاقة سواء كانت السودان لها موقف استراتيجي غريب بشكل غير معتاد في علاقة المنظومة العربية هي الآن أكثر ميل إلى أسيوبيا وانساش إسرائيل نعم هناك إسرائيل التي فقدت بمجاب اتفاقات عن تيبي احتمالات أن يتم مدها بالمياه لأن اتفاق عن تيبي بينص على أنه لا يمكن نقل المياه خارج الحوض ومن ثم بدل ما كانت تحاول الاستفادة من مياه نهر النيل مباشرة هي تحاول الاستفادة من تعطيل مصر عن الحصول مياه نهر النيل طب إيه الفكرة يعني هو مش ياخد مياه هو يعطلك لأنه عدوك مسألة مسألة مؤكدة مجرد عدوة هل تستطيع أن تتصور لماذا ذهب وزير خارجية تركيا إلى دعم أسيوبيا في بناء سد النهضة إلا لأنها مسألة عدوة هناك أشياء كثيرة جدا على المسألة السياسية لا يمكن أن يكون هناك سحب أو تجاهل لوزارة الموارد المائية والري هناك لجان مشكلة من وزارة الموارد المائية والري والهيئات السيادية كما تقول وعلى مستوى الرئاسة لأننا جميعا نطالب أن يكون هذا الملف تضامني وله لجنة قوية تدفع عنه ده أنا بالعكس أطالب أن يكون هناك وزير للمتابعة والتنسيق بين هذه الهيئات لا يعمل إلا في ملف هذا السد وهذا قلت أنه فيه تقصير نعم ودلوقتي نقطة بعد التقصير ده نقطة من أول السطر ابتدوا يبنوا في جسم السد لا بد أن نعمل هل فيه بديل زي ما طرح في الإعلام من كثيرين أنه التوصيل بنهر الكنغو هل ده ممكن يحل لنا المشكلة هل ده وارد أنه نعمله قبل ما السد ده يخلص لأنه فيه خبار يقولولي السد ده يخلص بعد سنتين ثلاثة وفيه خبار يقولك ده كمان شهرين ثلاثة هنلاقي فوشنا فأنا بصراحة يعني المعلم من الجانب الأسيوبي أنه سيتم حجز المياه اعتبارا من سبتمبر القادم أساسا وهم يقولون أن السد سنتهي عام 2017 بكامل طاقته يعني المفروض أن جهاد مصر يجب أن يكون مركزا على وقف إنشاء السد في هذه المرحلة باعتبار أن التقرير الفني يظهر مسالب وعيوب ولا بد أن تستخدم هذه المسالب لأنه ليس من المنطقي أن تنشئ سدا على هذه الأسس الغير منطقية من الناحة الفنية والهندسية حضرتك بتقولي سبتمبر اللي جاي هم يعنون هذا لاحظ أن هناك حرب نفسية أيضا أسيوبيا تقودها لنا لكن هم مضون وصلنا لليوم اللي أسيوبيا تقود علينا حرب نفسية نعم نعم ده من فترة وهم يسبقوننا حتى لا نفاجأ المسالة تتعلق وضع على الأرض وسد ماشي والناس مكملة وشعر تسعة هيبتدوا يملو إيه الاختيارات اللي قدامنا لأنه الثانية اللي بتعدي دلوقتي ما بترجعش الاختيارات اللي قدامنا أننا لابد أن نتحرك فرنا على مستوى الدولي بهذا الملف الفني والملف القانوني ملف القانوني هياخد وقت لأن هناك مسائل تتعلق بمسألة ما يقال عن التحكيم مرفوض ما يقال عن التدويل مرفوض من الجانب الأسيوبي أشياء كثيرة جدا ومن تم إحنا لابد أن نتحرك لتوضيح للعالم أولا مدى خطورة هذا السد بمواصفاته الحالية وفورة من خلال تقليل لجنة السلسية لابد أن نظهر للعالم ممي المفروض يتحرك وزير الخارجية ولا وزير الرأي ولا خوارات اللجنة العليا لمياه نهر النيل برئاسة رئيس الوزراء ومن أعضائها هذا الفريق سواء كانت وزارة الخارجية أو وزارة الوارد مائجاري أو الجهاز السيادية هو ملف خاص جدا ولو أهمية وكفة ولو أهمية ضخمة جدا ما يطرح عن أن نهر القومة وده تقريبا أن في الحالك بشارة تسعة يبدو يملوه هو تقريبا من فترة تحت الحكومة الجديدة هو تقريبا أهم ملف مطروح أنا لا أرى أن هناك ملف أهم من هذا الملف وأن إرجاء أي تعامل آخر تحت أي ظروف من معارضة أو من حكومة أو من هذا الشعب لابد أن يكون ملف الرقم واحد هو ملف نهر النيل مسألة يمكن أن تضر كل المصريين من مؤيد أو معارض أو مضاعر ومستقبل عيامة كلين أنا أريد أن أختم كلامي بالنسبة للجزئية نهر الكونغو هذا مشروع افتراضي غير قابل للتطبيق بشكل لأن هناك مشاكل ضخمة مطلوب أن ننشئ سدود على الكونغو تعادل سد النهضة الأسيوبي وربما أكبر الحجز 110 مليار هناك مشاكل ضخمة جدا في رفع المياه ودفعها عبر قنوات خلال سخور جرانيتية هناك 110 مليار متر مكعب أي ضعف مياه موارد مهر النيل ستغرق جنوب السودان المقترح أن يتم إنشاق النيلين جديد النيل إلى الشحر الشرقية ونيل الغرب في الصحراء الغربية على امتداد آلاف الكيلومترات من الأمطار وكل ذلك أنه سيتم في 30 شهر المسألة إذن لا مجالة لعرضها في هذا الوقت بالتحديد لأن ذلك يدفع أسيوبيا لأن تقول إذا كان لديكم 110 مليار من الكونغو فلماذا تسألون سبولها في حنة ثم هناك إسرائيل التي تقول إذا كانتم ستنقلون من مياه من خارج النهر إلى نهركم فلماذا لا تعطون مياه هنا بالإضافة إلى المشاكل الجيولوجية والهيدرولوجية والسياسية والتعقيدات الموجودة في هذه الدول وأرجو للشعب أن ينتبه أن هناك أشياء كثيرة تطرح ليس لها أي قواعد علمية يطرح وغير المتخصصين وينشغل بها الرأي العام ووسائل الإعلام والشعب المصري تحت الأمل أننا نعاني نقصا في المياه ثم نكون هذه الأعود كالسراب تماما وهذا ما يجب أن نرفضه بشكر حضرتك دكتور مغاوري شحاتة خبير الجيولوجيا المائية خبير المياه نورتنا دكتور مشاهدين هذه كانت نهاية فقرتنا أعتقد أنه الكلام ممكن ما يجبش ناس كتير لكن ده أهم ملف مطروح في تاني يوم على مكتب رئيس الوزراء الجديد إبراهيم محلب نتمنى أنه حد يقول لنا الملف ده يحصل فيه إيه ما يتقلناش جهات سادية ساحبة الملف لازم حد يرد علينا كل يوم بيعدي كل دقيقة كل ثانية ضد مصلحة كل المصريين يا ريت بقى ما ننشغلش باللي بيعودوا يتريقوا واللي بيأسخروا واللي بيسفيه ونركز فيه أهم ما عندنا لأنه لو شهر سبتمبر ابتدى مالي السد يبقى ربنا يسطر ويسلم عليك يا مصري فقرتنا رسا مستمرة بعد الفصل على طول تابعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة